الناس اللي لما تفتح معهم الموضوع ويبقوا زي كتير من اللي الواحد بيشوفهم لا يعني ما بحبش أنا أتبرع بالدم يحصل إيه حوار بينك و بينك؟ هو في الأول طبعاً يعني أنا بشكل شخصي بحاول مع صحابي أو أي حد أنا بقابله بشرح له أن طبعاً فكرة أنك تساعد غيرك وأن أنت بتنقذ روح دي لا ما بشيقول أنا هقولك يقولك أنا ممكن أطلع الفلوس بس ما تبرعش بالدم أنا بقولك الأجوبة اللي الواحد بيقولها يقولك لا أنا بخاف النقطة اللي بيفكروا فيها لما بيكتشفوا أن هي مش كله طبعاً بس يعني دي بتضيف أن هي صحية لي برضو فكرة أن الواحد يجدد الدم بتاعه ويتبرع دي دي مفيدة ويحفز إنتاج بالزبط فدي بتفيد بس الحلو برضو عندنا أن إحنا كله فيرشول إحنا عاملين صفحة الناس اللي دخلة فعلاً إحنا مش بنحاول يعني عمري على قد ما قدر ما بحاولش أستغل خبرتي في مجال الدعاية والإعلان أن أنا اللي بالموضوع كوميرشل وأن إحنا ندخل لا خالص لأن دي لازم تبقى صفحة تماماً يعني إحنا بنساعد الناس فيها دي مناية فيها فأي حد بيخش يتبعنا عشان يساعد هو داخل عايز يساعد وفي ناس بتبعت لنا في المطلق شباب صغيرة كمان اللي هو أنا عايزة برع بالدم ساعدوني أعملين فبنقوله بقى خش سجل نفسك متبرع أو لو إحنا في حاملات معينة هنزيع نقولها في المكان في أساسيات الناس بتبقى عرفاها لها علاقة أولاً بحالتها الصحية أنه أن هي التبرع بالدم لا يؤثر عليها في حاجات لها علاقة بكيفية أخذ الدم منك أن أنت أولاً مش أي حد ومش أي واحد وقف في الشارع يقولك إحنا عربية تجميع دم لا لازم تتأكد أنها تابعة المستشفى تتأكد أنها تابعة البنك الدم الكيس اللي بياخدوا منك في الدم أولاً الإبرة بتبقى سيل أو بتبقى مغلفة معقمة ومغلفة لازم تتقطع قدامك يعني ما ينفعش تاخد حاجة إبرتها مفتوحة لازم البلاستيكة تتقطع قدامك عشان تتأكد أن ما فيش حد قبلك أخذ الإبرة دي وتتأكد كمان أن هي ترامت قدامك أو تكسرت قدامك عشان ما حدش بعدك ياخد لأنه لا قدر الله أي حد فينا ممكن يبقى عنده أي مشكلة في الدم فما ينفعش نبقى قصدنا خير وننشر عدوى في أساسيات كده اللي بيتبرعوا بالدم بيبقوا عارفينها ولازم الناس تنوه عنها وتبقى في ثقافتنا وفي ثقافة ولادنا ولو حد قال لك أستنع بخاف من الإبرة وفي ثقافة إبرة بتوجعني قل له خط نفسك أو خط حد من حبيبك في موقع إنه محتاج دم وإنه كيس دمه ممكن يهديه الحياة وإيه اللي كيس الدم دي ممكن تخليه يروح من الدنيا أو تفكر في ألمه وقارنه كده بألم الإبرة اللي هتشكك هتلاقي إنه لو عندك دم هتجيه شكرا شكرا شكرا